مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة يعاني البعض من تورم الأصابع سواء أصابع اليد أو القذم مع انتفاخات حمراء ملتهبة ومطيرة للحكة والسبب الرئيسي لهذه الحالة هو تضرر شعيرات الدموية الطرفية نتيجة البرد الشديد ثم تدفئة اليدين مباشرة مما يؤدي إلى اندفاع تدفق الدم بشكل مباشر إلى الأوية الدموية الضيقة بسبب البرد وهذا ما يتسب في حدوث التورم وظهور البقاع الحمراء ويمكن أن يستمر هذا التورم المتير للحكة من بضعة أسبوع إلى فصل الشتاء بكاملها والمصابين بالأنميا ومرض سكري بالإضافة إلى من يعانون من ضعف دورة دموية والمصابين بالنحافة والمذخنين هم الأكثر عرض للإصابة بهذه الحالة وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف أيكم على طرق لعلاج هذه المشكلة الصحية وإذا الوقايات منها البصل من العلاجات الشعبية القديمة التي تعطي مفعول في علاج العديد من الأمراض وقد تم التوصل إلى أن شرائح البصل تساعد لتقليل وعلاج تورم الأصبع والأعراض المصاحبة لها وذلك من خلال وضع شرائح البصل على منطقة التورم مع تدليك المصمر لبذي دقائق وتترك البصل على مكان الورم لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة ومن تم مسح المنطقة بمنشفة ذافئة مع تكرار هذه الطريقة لثلاث مرات في اليوم لمدة أسبوع أو أسبوعين يمكنك أيضا أخذ القليل من زيث الخروع في راحة الكف ويتم تدليك اليدين والقدامين بها وتستخدم هذه الوصفة صباحا وقبل الخلوذ إلى النوم حيث سعى زيت الخروع في التخلص من تورم الأصابع والحماية من الإصابة به لمن هم أكثر عرض له في فصل الشتاء يمكن أيضا للسعانات بالبطاطس لتخفيف هذا التورم وذلك من خلال أخذ حبة أو اثنين من البطاطس ويتم غليها لمدة عشر دقائق وتترك لتبرد ثم يتم هرسها ووضعها على الأماكن المصابة من خمسة إلى عشر دقائق حيث تعمل تبريد المكان وتخفيف التهيوج والحك المصاحبين للتورم يعد التوم واحد من أفضل مضادات التهاب والمكونات المطهرة حيث يمكنك أخذ بعض قطرات من زيت التوم وفرقه على الأماكن المصابة من مرتين إلى ثلاث مرت يوميا ولزيت التوم أثر لطيف على البشرة من المهم الحرص على تدفئة اليدين خلال فصل الشتاء وخاصة لمن يعانون من تورم الأطراف وذلك من خلال ارتداء القفزات والجوارب مع الحرص على عذم تدفئتها من خلال توجيهها لمصدر حراري مباشرة حيث أنه يؤدي إلى زيادة التورم كما تساعد ممارسة الرياض على تنشط الدورة الدموية وتقليل تورم الأصابع الذي يحدث في فصل الشتاء ومن الضروري التسخين قبل التمرين لتنشط الدورة الدموية وتقليل أي ضرر يلحق بعضلات الجسم وأيضا تناول مكملات غذائية التي تحتوي على فيتامين بي والكالسيوم والميغانيسيوم والبوتاسيوم والتي تساعد لتحسين عمل دورة الدموية وزيادة تتفق الدم